طوبة للرحماء لأنهم يرحمون كلمات جميلة جداً صدرت من فم الرب يسوع المسيح في التطويبات كلمة التطويبات من طوبة يا لهناء يا لغنى يا لغبطة ويا لسعادة الإنسان يا لسعادة الإنسان الرحيم الذي يرحم وهو أيضاً ينال الرحمة على فكرة في كل تطويبة عم نشوف في تقدم روحي نضوج أكتر نحو الكمال ومنشوف عمق وبعد روحي لطريقة أو كيفية الرب كيف بتعامل معنا خلينا نبتدي من أولها مكتوب حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية فإذن إحنا مولدين بسبب رحمة الله اللي أشفق علينا أرسل يسوع المسيح فلأنه رحمنا فنحن أيضاً ننال الرحمة ونرحم الآخرين وهذا مبني على مبدأ النعمة نعمة الله الغنية عطيته المجانية اللي ما منستحقها لكن لأنه الله مد الرحمة لنا أحبنا ورحمنا في المحبوب يسوع صرنا شركاء الطبيعة الإلهية وهذه الطبيعة هي نتاج الطبيعة الجديدة بروح الله بعمل روح الله في المولدين ثانية أو المولدين من فوق هذا هو المفتاح المفتاح للتغيير الصحيح ننال رحمة فنظهر الرحمة بتعرف حبائي هاي كلمة كبيرة الرحمة مش بس إظهار الشفقة واللطف نحو البائسين أو نحو الخطاء لكن أحبائي أن نلبس أحشاء رأفات والكلمة كلمة رحيم أجد من كلمة الرحم رحم المرأة أفلا ترحم ابن بطنها رحمها بيتكلم عن أمومة الله يعني بتكلم عن الله اللي عنده قلب الرحمة الرحم مثل الإمرأة التي تشفق وترحم على الجنين نفس الكلمة خايل كم الأم بتشفق وعندها الرحمة في هذا الرحم على الطفل فهكذا نحن موضوع رحمة الله الله رحمنا من خلال يسوع المسيح وما أعظم أحبائي هذه الرحمة هذا الرحمة مش بس بتخلصنا هاي الرحمة كمان بتلازمنا يعني بتسير معانا يوم بيوم وكل خطوة مكتوب عن الصديق عن المؤمن أما الرحمة فتحيط به فنحن محاطون بهذه الرحمة نمتلئ بهذه الرحمة ونتحرك من إطار أو من ضمن هذه الرحمة أيضا عندما نؤمن بيسوع المسيح مخلصا يعطينا قلبا نقيا قلبا جديدا وسلام داخلي عندها قبلنا رحمته ونشارك الآخرين في هذه الرحمة رحمة ونشارك البرحمة وبرحمة وبرحمة ترجمة نانسي قنقر